بسم الله الرحمن الرحيم finding like denominators using the LCM الدرس ده تمهيد لدرس addition and subtraction للfractions ازاي اقدر اعمل add او subtract لتو fractions لازم يكون عندي common denominator ما ينفعش عمل addition او subtraction الا ما يكون عندي two denominators زي بعض like denominators او the same denominator او common denominator ال denominator ده ايه المقام اللي بيبقى تحت يبقى اول حاجة لازم اوحد المقام يبقى اخلي two denominator زي بعض اوكي طب هنا عندي two fractions three over four one over two هنا المسألة مش add هنا بيقول لي بس اعمل ايه the same denominator يبقى هنعمل ايه اول حاجة بفكر فيها the smaller denominator الصغير اللي هو التو ينفع اوصله للfour يعني ينفع اعمل two by حاجة ديني four اه two by two equals four يبقى دلوقتي اقدر اخلي الاثنين four الاولاني four زي ما هو the second fraction اقدر اخليه برضو denominator بتاعه four عن طريق ان اعمل multiply by two يبقى هعمل multiply two لل denominator الواحده لا للfraction كامل يبقى الهاف كله the second fraction يعني هعملو multiply by two up and down يبقى one by two equals two و two by two equals four يبقى الفراكشن التاني اللي هو هاف خليته two over four ناخد مسألة كمان ال two fractions اللي عندي one over four و three over twelve في عندي هنا different denominators الفور والتولف عايز اخليهم زي بع اول تفكير بالنسبة لي the smaller denominator اللي هو الفور هل ينفع اوصله للتولف يعني ينفع عمل four by any number تديني 12 اه في تيبل four four by three equals 12 يبقى اقدر اخلي الفور 12 يبقى اخلي two denominators 12 the second fraction اصلا 12 فانا مش اقرب ناحيته انا هغير مين the first fraction هخلي الدينيومنتر بتاعه بدل ما هو four هخلي 12 يبقى هعمل multiply by three طبعا up and down ما ينفعش اغير في الدينيومنتر الواحد وإلا هبقى غيرت الفراكشن انا عايز اجيب equivalent fraction للone over four يبقى هعمل ايه هعمل multiply by three للفراكشن كله up and down يبقى one by three equals three four by three equals twelve يبقى خليته three over twelve والsecond fraction اصلا هو كان three over twelve مقربتلوش مسألة كمان عندي two fractions with two different denominators الtwo denominators فيهم مختلفين عايز اخليهم زي بع طب اول حاجة بفكر فيها the smaller denominator اللي هو ينفع اوصله لل الناين اه ينفع من تابل three three by three equals nine يبقى در حول three الناين يبقى انا هغير بس في واحد اللي هو او يعني هتبقى equals six طبعا وthree by three equals nine ده كل ده في الفرست يبقى انا بغير في الفراجشن اللي فيه denominator صغير اوكي اللي هو two over three خليتها six over nine طب هو اصلا كان over nine كان five over nine يبقى انا ما غيرتش فيه حاجة لان ال denominator بتاعه كان ناين يبقى طالما قدرت اوصل من الصغير للكبير خلاص هغير في فراجشن واحد طب هنا برضو عندي هنا ثري وهنا طب اللي هو ينفع اوصله للفور يعني 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 ما ينفعش ما ينفعش باي اي حاجة تديني طب نعمل ايه كده مش هغير في denominator واحد اللي هو الصغير لا ده انا لازم اغير لاتنين الثري والفور ازاي في دماغي مش في الدرافت انا كتبا لكم هنا في الدرافت بس لو عايزين تكتبوا اكتبوا في دماغي براجع كده كله كله عبارة عن ايه ثري 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 با ثري ايقوز ناين با فور بتو تول بفتين ايتين تون 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 سب عايزين تكتبوا زم انا كتبك كده في الدرافت اوكي ما فيش مشكلة ده ثري. المالتبلز اوف ثري. اوكي? يبقى انا كتبت كل المالتبلز اوف ثري. ثري سيكس ناين تولف وهكزا. نفس الكلام هعمله التابل فور. المالتبلز اوف فور ايه هي? فور باي وان اقوالز فور. باي تو اقوالز ايت. باي تري تولف. وهنكمل يبقى سكستين. توينتي كل مرة بزود فور. صح? توينتي فور توينتي ايت تيرتي تو. طب. نبتدي نشوف بقى النامبرز المشتركة اللي اتكررت فوق وتحت. ايه هي الكومن مالتبلز? هلاقي ايه? قابلني التولف فوق وتحت. موجودة التولف في تيبل ثري وموجودة في تيبل فور. نفس الكلام هلاقي توينتي فور في تيبل ثري وفي تيبل فور. انا باخد الصغير. ده لوست كومن مالتبل. اللي هو اقرب رقم اصغر نمبر اصغر مالتبل ينفع على الاتنين. اوكي? اللي هي تولف. يبقى دلوقتي الكومن دينومنيتور. هيبقى تولف. يبقى هغير ثري هخليها تولف. وهغير دينومنيتور فور وهخليه تولف. طب ثري بمالتبلاي باي كام? تديني تولف. فوق كده في تيبل ثري. التولف هو رابع نمبر. صح? ثري سيكس تولف اللي هو ثري باي فور اقوال تولف. يبقى هعمل مالتبلاي فور. لسري عشان تبقى تولف. يبقى باي فور اب اندعو. طيب في تيبل فور. في كام اقوال سوالف? فور باي سري. حتى تولف هو تالت نمبر. في تيبل فور. صح? يبقى عمل مالتبلاي باي سري اب اندعو. اوكي يبقى انا هغير هنا الفراكشن الاولاني هضربه يبقى هيبقى يبقى 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 انا كده خليت الفراكشن عن طريق اني جبت ناخد كمان طب اول حاجة بفكر فيها الصغير فيهم ينفع وصله يعني ولا حاجة ماينفعش يبقى كده مش هغير بس الفراكشن الاولاني ده انا كده لازم اجيب يبقى هغير في دماغ كده ببتدي اراجع مش لازم اكتبها اللي عايز يكتبها يكتبها انا كتبها قصاتكو تتكتب في الدرافت عادي براحتنا الدرافت في ورقة الامتحان اكتب فيه اللي يريحني اراجع فيه انا هراجع كتبت كل وهكذا طيب هراجع بكتب مش بعد اكتب وهكذا ايه الحاجات اللي اتكررت في تيبل سيكس وفي تيبل ايت نبص كده هنلاقي اول نمبر لقيته تكرر عندي هو موجود فوق و تحت اوكي يبقى او اصغر او الاولاني عندي هو يبقى الدينومنيتور هنا هيبقى توينتي فور للتو فراكشنز انا بغير اوكي يبقى هيبقى والساكند فراكشن بدل ما هيبقى هيبقى اوكي طب عملتها عشان تبقى باي فور هو رابع نمبره بلاحظين يبقى هو يبقى انا كايني عملت يبقى هعمل للساكند فراكشن اللي هو طب اللي هو في تيبل ايت عملت بتوينتي فور هو تالت نمبر يبقى كايني عملت multiplied by 3 up and down نعمل كده multiplied by 4 5 by 4 ب20 6 by 4 بتوينتي فور ده الفرس فراكشن طب الساكند فراكشن هعمل multiply by 3 3 by 3 ب9 و 8 by 3 equals 24 يبقى بقى 20 over 24 و 9 over 24 ناخد مسألة كمان 2 over 9 and 7 over 12 عايزة نبص عن 9 اللي هو ينفع وصله لا. كده انا اضطر اجيب اضطر اجيب ما بين الاتنين. هواحد المقامات بتاعت الاتنين. الناين والتولف. هغير في اوكي? طب انا لو مش حافظة او مش حافظة ناسياهم. ناسيا مسلا. هنعمل ايه? مش فاكرة بقى انها هقعد اعمل او ملغبطة في او ملغبطة في هنعمل بالطريقة دي. يبقى انا كده جبنا طريقتين عشان نجيب بها الطريقة الاولية زي ما احنا خدناها طريقة تانية هجيب عن طريق بالطريقة اللي قدامي دي. اعملها كام? تديني ثري. وثري دفايد ثري اكوالز وان. فاكرين بتاع سنة الفتت? بعمل ايه? يا اما تو يا اما ثري يا اما فايف يا اما سيفن يا اما اليفن. بعمل دفايد برايم نومبرز. يبقى اللي بالاحمر ده للناحية اليمين لازم يبقى برايم نومبر. ما يفعش عمل دفايد فور مسلا. او دفايد سيكس مسلا. لأ. بعمل دفايد يا اما دفايد باي تو. يا دفايد ثري يا دفايد فايف يا سيفن يا اليفن. اوكي? فانا هاخد الناين اعملها بالطريقة دي. ناين دفايد باي ثري تديني ثري. والثري هعملها دفايد ثري هتديني وان. طالما وصلت للون يبقى انا كده خلصت بتاع الناين. اوكي? فاكرين كان بيتجاب ازاي? ادي اول حاجة بالنسبة للناين. طيب نفس الكلام هاجي اعمله للتولف. التولف هعمله ازاي? طيب ينفع عكس اقول لأ. ناحية اليمين اللي بنقول من الاحمر لازم يكون يا اما تو يا اما ثري يا اما فايف يا اما سيفن يا اما ما يفعش اعمل دفايد سيكس. يبقى التولف دفايد تو ايكول سيكس. السيكس هعملها تاني دفايد تو تديني ثري. ينفع تعمل دفايد كمان? اه دفايد سري ايكولز وان. وصلت للون يبقى انا خلصت الفاكترايزيش. اوكي? طب نعمل ايه? كده جبت الناين عملت له فاكترايز. طلع سري وسري اللي باللون الاحمر. عملت لها فاكترايز استلع هما تو والتو والسري. هكتب الناين ايكول. سري باي سري. بالطريقة اللي قدامي دي. ده اول حاجة. طب التولف ايكول. هارس والتو والتو. النامبرز اللي شبه بعض تحت بقى. يعني هحط سري تحت سري. معدي سري تانية حطها تحت سري فهسيبها فاضية. بعد دي كده هعمل ايه? باي تو باي تو. بالطريقة اللي قدامي دي. يبقى بحط النامبرز اللي شبه بعض الكومن تحت بقى. يبقى التولف اللي هي تو باي تو باي سري. حطيت السري الاول تحت السري. وبعد كده حطيت التو والتو بعيدة عن السري. هبتدي اخد بقى بالطول كده بالطريقة دي. يبقى انا كده عندي سري. باي سري باي تو باي تو. فور نامرز. ده الالي سي ام. يبقى نقول تاني. الالي سي ام هنا هيطلع ايه? سري باي سري باي تو باي تو. سري باي سري بنيين وطو باي تو فور. يبقى باي فور بثيرتي سيكس. يبقى دلوقتي عرفت ان الالي سي ام او الكومن اللي انا هاخده هيبقى 36 هيتحول يبقى 36 اوكي يبقى هيبقى 36 طب هي عملتها باي كان عشان تديني 36 9 باي فور صح واللس ام عبارة عن 9 باي فور ب36 يبقى 9 ملتبلاي 4 هتديني 36 يبقى عمل ملتبلاي 4 up and down طب السكند فرقشن اللي هو اوبر 12 12 باي كم تديني 36 12 باي 3 ب36 يبقى الفرست فرقشن باي 4 2 باي 4 باي 8 9 باي 4 ب36 السكند فرقشن هعملو باي 3 يبقى 7 باي 3 21 و12 باي 3 equals 36 اوكي طبعا الاسهل لي ان انا ما وصلش للطريقة دي ان اعود اعمل يا ريئتي يبقى بعقلين على طول بدماغنا على طول اول ما اشوف اعرف اه ده اقرب حاجة ليهم 36 اقرب يا اما عن طريقة زي اما بمجرد ما بنحل كزا مسألة بالله يبتيجي على طول يعني اهو ينفع الفورة وصلها للتن لا نفيش في تيبل 4 يديني 10 طب مباشرة ما هو تيبل 10 صح 10 20 30 40 طب تيبل 4 ايه اقرب حاجة 4 باي 1 ب4 باي 2 ب8 12 16 20 ما احنا قلنا تيبل 10 10 20 30 40 وهكزا يبقى اقرب حاجة في تيبل 4 التوينتي اللي هي 4 باي 5 يبقى انا عرفت على طول ان الدينومنيتر عندي هيكون 20 اوكي الكومنت دينومنيتر بتوينتي طب لو حد ناسي حد مش عارف حد ناسي التابلز بساعتها نعمل ايه هنتطر بقى للطريقة الطويلة اللي احنا قلنا عليها الفاكترايزيش يبقى بمجرد النظر انا عرفت المسألة دي الكومنت دينومنيتر بتاعها 20 طب لو حد ما عرفش يجيبها بمجرد النظر ان الدينومنيتر 20 هيضطر يعمل فاكترايزيش ما احنا مش نسيب المسألة اوكي يبقى الفور هعملها ديفايد كام 2 تديني 2 وال2 ديفايد باي 2 equals 1 وثلت اللي 1 خلص الفاكترايزيش يبقى الفور دلوقتي عبارة عن كام 2 باي 2 طب نفسي كلام التين هعمل لها فاكترايزيش 10 ديفايد 2 تديني 5 وال5 ديفايد 5 equals 1 بعمل فاكترايز ديفايد باي 2 او 3 او 5 او 7 11 زي ما قلنا اوكي برايم نامبر اللي باللون الاحمر اللي على اليمين لازم يبقى برايم نامبر دلوقتي الفور عرفت ان هي 2 باي 2 والتين عرفت ان هي 2 باي 5 يبقى هكتب 4 equals 2 باي 2 والتين 2 باي 5 احط التو تحت التو طب الفايف مفيش فايف فوق فاحطها على جنب الواحدة يبقى انا رصيت بالطريقة دي التو تحت التو والفايف لوحدة لما هاجي اجيب الالي سي ام هاخدهم بالطول كل النامبرز اللي قدامي بس بالطول كده مش هاخد التو والتو مرتين لا بتتاخد مرة واحدة التو اللي تحتها تو ديت بتتاخد كأنها تو واحدة بس يبقى الالي سي ام عبارة عن 2 باي 2 باي 5 2 باي 2 بفور والفور باي 5 بتوينتي يبقى فعلا الالي سي ام او الكومن دينيومنيتور عندي هيطلع توينتي زي ما احنا جبناها بمجرد النظر في البداية بس ده لو حد مش عارف يجيبها دايركت لي كده هيتطر يعمل زي ما احنا عملنا اوكي طيب انا هوصل يبقى الفرس فراكشن هعمله باي 5 طبعا اب ان داون وان باي 5 بفايف فور باي 5 بتوينتي ادي الفرس فراكشن التن هعملها باي كام تددي توينتي تن باي تو يبقى هعمل اب ان داون باي 2 3 باي 2 6 و10 باي 2 equals 20 ترجمة نانسي قنقر